بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله كما وعدناكم بالفيديو السابق، سنتحدث في هذا الفيديو عن أهم الوصفات الطبيعية لنظارة ونفق خدود الوجه أولاً خلطة الخميرة والعسل وماء الورد، المكونات ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية وملعقتان صغيرتان من العسل وملعقتان صغيرتان من ماء الورد وطريقة التحضير والاستعمال تخلط المكونات جميعها جيداً ثم توضع في الثلاجة لمدة عشر دقائق وتوضع على وجه نظيف مع التركيز على الخدود ويترك الوجه ساعة كاملة ثم يغسل بالماء البارد وينشف جيداً ويكرر ذلك يومياً لمدة أسبوع للحصول على خدود منتفقة وجميلة ثانياً خلطة الحلبة والعسل والمكونات ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة وملعقة صغيرة من العسل وكوب من الماء وطريقة التحضير والاستعمال توضع الحلبة والماء على النار ويترك حتى يغلي لمدة دقيقتين ثم يرفع المزيج على النار طبعاً النار هادئة ويصفى ثم يضاف إليه العسل ويشرب المزيج ثلاث مرات يومياً للحصول على خدود منفوخة مع ملاحظة أن نضيف العسل إلى الماء المغلي بعد أن يبرد قليلاً يعني درجة حرارة تقريباً تحت الأربعين حتى نستفيد من خواص العسل ثالثاً خلطة لبن الزبادي وزيت جنين القمح والخميرة والمكونات ملعقة كبيرة من لبن الزبادي طبعاً إحنا بنقول اللبن وأخواننا المصريين بقولوا الزبادي ملعقة من زيت جنين القمح وملعقة من الخميرة طبعاً الخميرة أنواع إما بودرة أو حبوب أو عجين أو معزونة أو خميرة طرية وطريقة التحضير والاستعمال يخلط لبن الزبادي مع الزيت بشكل جيد ثم يضاف إلى الخليط الخميرة وتخلط جميعها جيداً ومن ثم يوضع الخليط على خدود الوجه وتترك إلى أن تجف تماماً ثم تغسل بالماء البارد وتنشف جيداً رابعاً خلطة الخميرة والحلبة المكونات ملعقتان صغيرتان من الحلبة كوب من الماء وملعقة صغيرة من الخميرة وطريقة التحضير والاستعمال تخلط الخميرة مع الماء ثم يقلب الخليط على النار باستمرار إلى أن يغلي بعد ذلك يتم رفع الخليط عن النار ويوضع جانباً لمدة خمس دقائق حتى يبرد بعدها يتم إضافة الحلبة إلى الخليط ويمزج جيداً ثم يوضع الخليط على وجه نظيف مع تدليك البشرة لمدة عشر دقائق ثم يترك الوجه عشر دقائق أخرى حتى يمتص المزيج تماماً وأخيراً يغسل الوجه بالماء وينشف جيداً ويمكن مسح البشرة بالقليل من ماء الورد خامساً زيت الزيتون يساعد زيت الزيتون على نفخ الخدود بسرعة كبيرة فهو يحتوي على دهون صحية غير مشبعة تساعد على الحفاظ على بشرة صحية وناعمة كما أنه يعد مرتباً مثالياً للبشرة الجافة ويجعلها أكثر نعومة بالإضافة إلى أنه يساعد على منع التجاعيد والخطوط الدقيقة ويتم ذلك من خلال تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر يومياً أو من خلال تدفئة قليل منه وتدليق الخدود باتجاه الأعلى لمدة 5 إلى 10 دقائق مرتين يومياً طبعاً زيت الزيتون البكر إذن نتناوله على الريق أفضل سادساً الأولوفيرا أو صبار الأولوفيرا تمتاز الأولوفيرا بخصائص شد البشرة التي تتخلص من ترهل الخدين وتشدهما وتعزز من مرونة البشرة أيضاً كما أن المواد المضادة للأكسدة في الأولوفيرا تمنع الضرر الناجم عن الجذور الحرة بالإضافة إلى تحفيز زيادة إنتاج الكولاجين لتجعل البشرة تبدو أصغر سناً ويتم ذلك من خلال تدليق الوجه بهلام الأولوفيرا مع القيام بحركات دائرية لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ وينشف جيداً ويكرر ذلك مرتين يومياً إلى أن نحصل على النتيجة المرجوة حبيبنا نكتفي بهذا اليوم وفي الفيديو القادم سنتحدث إن شاء الله عن أهم النصائح والإرشادات لوجه مشرق ونظر طوال اليوم نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله وكما عودناكم دائماً بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله